هقول لكم حاجة انا بيت اتعب منها بصراحة احنا بقى عندنا مشكلة في مصر بشكل عام بشكل عام المسؤولين في كل حاجة يا ما تيجي تتكلم عن اي ازمة او اي مشكلة المهم المسؤول يديك المبرر انه باريء هو ده اهم حاجة عند المسؤول طب ما انت المشكلة تفاقمت وحصلت وحصلت ازمة فانت باريء منها ازاي طبعا ما حصلت الازمة يبقى انت مسؤول على كل الاوجه بقى صح ولا غلط في كل حاجة يعني ناردا ما يكون عندنا ازمة دولار لازم تشتغل قطاع السياحة مثلا بقوة قطاع الاسكان بقوة قطاع البترول بقوة قناة السويس بقوة الحاجات اللي هي انت بتقدر تسهيلات البنكية لتحويلات المصري من بره بقوة لانه لما تيجي الدولة ترتكن في ازمة زادية مسؤول يبقى متحمل مسؤوليته علشان خاطر في الاخر هو مسؤول هنا ومسؤول كبير عشان كده مش عشان لما تحصل الازمة فاجأة اقولك طب يا فندم الازمة دي حصلت تقولي لا والله ده انا عندي موافقات اهي ده انا عندي معرفش ايه اهو يا عم انا ماليو مالي الكلام ده انا بالنسبالي هاري مش فيه الازمة حصلت اه مش مصطفى عسل بتاع الاهلي بطل العالم مصنف اول على العالم في السكواش اشتاكى وعمل بيان اه عنده ازمة اه مصطفى عسل لعب السكواش ما ان احنا كنا منتكلم في الكورة انا كنت حاطت قدامي مجموعة البيانات العجيبة اللي ظهرت النهاردة في القصة بتاعت بصفى عسل دي وليه علاقة تعليق يعني بص فليسامحني الجميع لان انا ما بحبش حد يضحك علي اللي يستهين بعقلي ولا يفرق معايا بنكلة اللي يحترم عقلي اللي هو عقل الناس يعني مش عقل انا كشبانة شخصيا يعني احترمه جد حلو كده لما لعب بطل عالم ومصنف اول على العالم يطلع يقول او يكتب على صفحته يقول هو طبعا كان جاله في ماتش زي دي التنفس او حاجة وجاميرت خبت عليه يعني فعمل اعتذار بقول ان انا اصبت بديق في التنفس وانا بلع في بطولة نيويورك وقال ان انا بتعرض لضغوط نفسية وعصابية شديدة من القائمين على اللعب في مصر ده كلام مصطفى عسل والمنظومة بالكامل تحاول دفع باي طريقة للسفر خارج البلاد يعمل زي اللي راح اخد الجنسية الانجليزية كده وقصده كده وهذا لن يحدث فوقفالها يعني قالك ان التعاملات اللي بتحصل معايا كبطل عالم ومصنف اول على العالم بتدفعني عايزيني وكأنهم عايزيني اروح العب بجنسية دولة وده مش هيحصل رغم انف الحاقدية لو بيقول كده والمتامرين لمصالح شخصية ايه ده يعني بطل عالم مصنف اول على العالم وبالعب في النادي الاهلي ويتكلم بهذا الشكل يبقى الرجل وصل بيت دي جواه بينفجر قال كمان ايه هقوم سوف اقوم بعمل فيديو لايف اكشف فيه كل الملابسات بتاعة المؤامر اللي بتعرض لها من الداخل اتواجه بالشكر والتقدير لجماهير مصر والنادي الاهلي يبقى ماندوش قسمة مع الاهلي ومتواجه للشكر لجماهير مصر وللنادي الاهلي على دعمه والوقوف جنبه حتى اتجاوز تلك المحنة الصعبة ايه دي اللي كتبه مين مصطفى عزيز انت بقى فجأة اتحادل سكواش اتخد باله والوزارة كمان خدت باله بيانات اشتغلت على طول النهاردة بص بقى الصفحتين دول ده بيان اتحادل سكواش بيان لتبريق نفسه يعني انا لو من اتحادل سكواش مش هكتب الكلام ده ومش هوصفه انه كلام فارغ ما يصحش خالص يعني لكن هوصف انه كلام ما كانش له لازمة لون تبريقة الاتحادل سكواش او اتهامه لن تصنع بطل الابطال ما بتصنعش صدفة وطالما صنع بطل وعندك بطل عالم مخطئ او مجيد في شيء هاتو وقعد معاه وحل مشاكل ده بطل عالم هو انا بوجيت العب سكواش بقولك انا عندي معاناة طبعا ده راجل لو جيت العب سكواش مش هتعبروني لكن ده بطل عالم بطل عالم بصنف اول على العالم في الابطال يعني كل اللي بيمرسه لسكواش في العالم ده كله ده رقم واحد تخيل تخيل وعايل عنده كم سنة تبتتكلم في عشرين واحد وعشرين سنة فهل بص بقى بيان رسمي في ضق ما نشر على الصفحة بتاعة مصطف ماشي فإن الاتحاد المصري يود توضيح بعض النقاط أن الله مصطفى عسل يتبع في جميع عمليات ومنظمة العمليات المحترفين بي اس ايه منظمة مستقلة لا تتبع الاتحاد الدول سكواش وأي جهة أخر ولا تملك جهة خارجات تأثير على قراراتها من قريب أو بعيد تضم مئات من اللاعبين المحترفين حولها يتقادلون جواز مالية جراء الشراء الاتحاد المصري قام أكثر من مرة بمساعدة اللعب في الرد رسميا على مخاطبات متعددة كان اللعب من المفترض أن يرد عليها بنفسه دي خدمة يعني قدمة جليلة أنه بدل ما اللعب يرد ويشغل نفسه بكتابة الجراء وكتبهوله مرة اتحاد لسكواش مصاهمة من الاتحاد في الاخوف إلى جانب اللعب لإضاحة وجهة نظر اللعب الفنية أن اللعب عسل وهو محترف يحظى برعاية شركة وطنية وأن الاتحاد أنه قد تم التواصل مع النادي الأهلي مش أنا ما أتعلق بحكم الدعم والرعاية حيث أنه أنا ينتعمل النادي الأهلي كلام لغد دلوقتي أنا وصلت لتلتين الصفحة مش فاهم حاجة وقد تبين أن ما أثاره اللعب يتعلق بما أصدراته المنظمة الدولية بإس إي بمنع والده من حضور المنافسات لمدة عشرة أشر وأمر خاص بالمنظمة على شأن الاتحاد المصري بيه وأشار البيان أن وزارة الشباب والرياضة قامت بالتنسيق مع الأكاديمان العربية العلومة التكنولوجيا والنقل البحري بشأن تيسير حصول اللعب على منحة دراسية مجانية بالأكاديمية له والله العظيم تشكر تشكر مع أنه مصطفى عسل لو كلمني أنا شبانة هجيب له المنحة دي من الأكاديم قال بحرية من غير ما أدخل الوزارة في حاجة ولا أدخل الأسدزة بتقع التحدي سكواتش في حاجة أنا شخصيا كده العبد لله لو مصطفى عسل ده أكلمني أو أي بطل كلمني والله أنا هجيب له المنحة دي من نفسي كده يعني إعجاز جابوا له منحة دراسية في الأكاديمية العربية العلومة التكنولوجيا ده حاجة عظيمة جدا ودي منهجة عمل الوزارة وسوف يقوم الاتحاد بفتح تحقيق في كافة والله العظيم ما هكمل الوزارة كمان عملت بيان قالت إيه خد بالك كل البيانات دي بعد ما الولد انفجر محدش قبل الانفجار جابوا استوعبوا وكلم معاه وقالوا تعالوا أو كل شهر أو كل أسبوعين في لقاء مع بطل أو مع الأبطال دول لتسهيل المهام وتسهيل شغلهم وتسهيلها لا إحنا بنتحرك لما إيه الأزمة تحصل والمشكلة تحصل في نتحرك بقى ونسخن ونشتغل وأهم حاجة محدش يدين أهم حاجة إن الناس بتعمل بيانات نقول لا فعلا ده عملوا اللي عليهم وزيادة يا مصطفى ده يا رجل إنت ده إيه اللي إنت بتقوله ده إيه بقى عليك كل ده هم حنعايزين نقوله على مصطفى كده الوزارة تقريبا قالت نفس الكلام بتاع الاتحاد إن اللاعب أحد العامل المصري المحترفين في بي اس اي وإن الوزارة تواصلت مع الأهل إن خلال اتصال هاتفي بين الوزير والكابت المحمود الخطيب بشأن موفات الوزارة بقية أسانيد أو دلال تتعلق بالموضوع وكيفية المساندة للعب كمؤسسات يا فندم الكلام ده مش محتاج مصطفى ينفاجر عشان يتعامل والكلام ده لازم يتعامل مع أي لعيب بطل وفي أي لعبة مش عشان خاطر هنا الأهل رئيسه الخطيب فحصل الاتصال ده أو عشان مصطفى انفجر فكتب فحصل كده يا الأبطال دي سهلة تتعامل كده قالك وتبان إن هذه الشكوى مرتاكس بالأساس على مصدرته منظمة ما عرفش بسبب بنع والده من الحضور عشر نفس الكلام اللي قاله للتحاد وإن الوزارة تؤكد استمنار حرصها بالإضافة ما عرفش إيه دم ما تم مع الأكاديمال العربية برضو بشأن الحصول على دراسة مجانية عرفش فهذا الإطاب تؤكد الوزارة لحرصها ودعمال متواصل مع جبائل أبطال المصرية أنا بقول له مصطفى عسل بقى في الآخر حقك علي أنا حقك علي أنا مش عشان خاطر أنا معرفش قصة والدك توقف عشر متشات توقف عشر شهور ما توقفش ليك حق ما ليكش حق فعلا السبب الحقيقي أو مش ده السبب الحقيقي أنا معرفش بس في كل الأحوال حقك علي فعلا إحنا بنتعامل مع الأبطال إن هي حاجة كده عادية في كل حاجة بنتعامل كده يبقى عندك أهرامات في مصر وتعمل معاها كده فتيجي المغرب تعمل أهرامات كده هيكلة لو معرفش إيه وتجيبوا الناس من هليود ومن هنا ومن هنا تصور وإنت عندك الأهرامات من ذاتها هم بيكسابوا فلوس على هياكل وإنت وإنت يعني عندك مشكلة في القصة دي كده الناس تعمل كده إنت بتتكلم في أبطال الناس تتعامل كده إنت بتتكلم على ناس بتشتري والله أنا بقول لكم حاجات يعني ملاش علاقة بالرياضة بس هي تخليك تستغرب وتقول لازم المسؤول يكون على قدر المسئولية ودفعها ظر هي بلد دايسة وبتشتغل بالحجب ده وبالمجهود ده وفي الظروف دي وبتقاوم وتقاوح وتشتغل وتنهض بالعافية وبالزوء بالعافية بتنهض غصبا عن أي حد وفي ناس مش ما عندهاش إحساس بالمسئوليات المطلوبة معاولي معاولي الناس بريئة إذا كان في أي حد متعاطف مع مصطفى عسل خلاص يعني يزول هذا التعاطف الناس كلها بريئة حدش عمل في حاجة مصطفى عسل اللي تجنن وقرر أنه يعمل بوست على أرض الواقع مش موجود الاتحاد عامل معا كل حاجة ممكن اشتركوا في القناة